في أعقاب الأعلان الرسمي عن مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني في غارات جوبية إسرائيلية مدمرة استهدفت مقر الحزب الضاحية الجنوبية في بيروت، توالت ردود الفعلة الدولية. وفي هذا السياق قالت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن ألمانيا تواصل جهودها للتواصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، مضيفا أن الوضع في المنطقة خطير للغاية. ووفقاً لرويترز جاء التصريحات بيربوك بعد الأنباء التي تحدثت عن مقتل أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة جوية على بيروت يوم الجمعة، محذرة من أن هناك خطراً بأن تنزلق المنطقة بأكملها إلى دوامة العنف المطلقة. بدوره دعا وزير الخارجية الصيني وان جي إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار دون تأخير في الشرق الأوسط. معتبراً أن حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو السبيل لنزع فتيل التوتر في المنطقة. من جانبه عبر وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف عن قلق بلاده من الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت والتي أدت إلى مقتل الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله مضيفاً أمام الجمعية العامة لأمم المتحدة أن مثل هذه الاغتيالات باتت شائعة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في أعقاب غارة وصفت بالمدمرة على معقل الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة وهو ما أكده الحزب رسمياً في وقت لاحق.